دشن محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر توزيع الف سلة غذائية للأسر النازحة في مخيم نازحية الحديدة بمنطقة الرباط بمحافظة لحج والمقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتنفيذ اتلاف الخير للإغاثة الإنسانية وثمر المحافظة العمال الإنسانية لمركز الملك سلمان على تقديمه الدعم الخيري تجاه الأسر النازحة مؤكدا حصى قيادة السلطة المحالية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجميع المنظمات والمؤسسات لمساندة ودعم النازحين بمختلف المجالات الغذائية والإيوائية والصحية